بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الموضوع الثالث في الوحدة الثالثة أبواب الإعراب بالنيابة جمع المؤنث السالم نبدأ في تسميته هل هذه التسمية صحيحة أم أن هناك تسمية أولى منها المشهور هو هذه التسمية لكن العلماء يقولون هناك تسمية أدق لها وقالوا هي أن نسميه ما جمع بألف وتاء زائدتين العلة في ذلك أن هناك بعض الكلمات لم تسلم فيها صورة المفرد عندما أقول سالم هذا يعني أنها قد سلمت صورة المفرد عند الجمع لكن بعض الكلمات على سبيل المثال سجدة سجدة ساكنة العين هذه الكلمة عندما أصيغها على جمع المؤنث السالم أقول سجدات إذن الصحيح هنا أن صورة المفرد قد تكسرت عند الجمع فلم تبقى سالمة فقالوا الأفضل وغير سجدة ركعة على سبيل المثال وهمزة كلها تجمع على ركعات وهمزات تكسرت صورة المفرد فتغيرت منها عند الجمع أضفت ألف وتاء زائدة صحيح لكنني كسرت هذه الصورة فلم تسلم فقالوا استخدام هذا أو لا كيف يعرب هذا الاسم جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة الظاهرة يجر بالكسرة وينصب أيضا بالكسرة كيف دخل هذا الاسم في هذا الباب أو في هذا الموضوع وهي موضوعات الإعراب بالنيابة لاحظ معي الضمة هي علامة أصلية في الرفع والجرة والكسرة هي علامة أصلية في الجر إذن هذه هي التي أدخلت هذا الباب في أبواب الإعراب بالنيابة علامة النصب الأصلية هي الفتحة واستخدمت الآن الكسرة وهي هنا في هذا الأسلوب أو في هذا الباب هي علامة إعراب فرعية لأنها لم تأتي للجر إنما جاءت للنصب وبالتالي فتكون فرعية إذن عرفنا أنه يرفع بالضمة ينصب بالكسرة يجر بالكسرة أمثلته قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات كلها في موضع رفع جاءت مرفوعة وعلامة الرفع هي الضمة يقول الله تبارك وتعالى إن المسلمين لاحظ معي هنا اسم إن منصوب ولأنه جمع مذكر سالم فقد جاء منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم هذا حرف عطف يعطف ما بعده على ما قبله في الإعراب هذا منصوب إذن هذا منصوب لكن ما علامة نصبه هنا إن المسلمين والمسلمات لاحظ هنا أنه نصب بالكسرة لأنها علامة نصب في جمع المؤنث السالم وفي كلامنا نقول وفق الله فاعل وفق فعل الحريصات مفعول به منصوب جاءت منصوبه وعلامة نصبها هنا الكسرة يقول الله تعالى قل للمؤمنات هذه اللام نسميها حرف جر والاسم اللي بعدها يأتي مجرور قل للمؤمنات وجره أيضا بالكسرة إذن رفع بالضمة نصب بكسرة وجر كذلك بالكسرة ينبغي أن ننبه على قضية هنا وهو هناك بعض الكلمات هذا كلام مهم الحقيقة يعني حتى لا نقع في أي إشكال قادم هناك بعض الكلمات المجموعة على جمع التكسير لكن آخرها يأتي بألف وتاء آخرها يأتي بألف وتاء فيظن الضان أن هذه الكلمات جمع ومختوم بألف وتاء أنها جمع مؤنث سالم وهذا الكلام غير صحيح أمثلة ذلك قالوا أبيات أموات قضات قضات غزات السؤال هل هذه الكلمات هل هذه الكلمات من جمع المؤنث السالم لأنها مختومة بألف وتاء هي مختومة بألف وتاء لكن هل هي تدخل ضمن هذا الباب وهو باب جمع المؤنث السالم الجواب لا لأن هذه الألف أو التاء لا بد أن نتأكد من أنها أصلية أو غير أصلية إن كانت زائدة فهو جمع مؤنث سالم أو جمع مزيد جمع بألف وتاء مزيدتين إن كانت زائدة أما إن كانت من أصل الكلمة فهي جمع تكسير كيف أتأكد نتأكد من خلال المفرد مفرد بيت أبيات مفردها بيت أموات مفردها ميت إذن التاء هنا ظهرت إذن هذه التاء أصلية هذه التاء أصلية ليست زائدة وشرط الجمع هذا الجمع أن تكون الألف والتاء فيه زائدة أيضا قضات ألف وتاء في آخره لكن قضات جمع قاض لا يحظوا الألف هنا إذن الألف هنا أصلية وغزاة غاز الألف ظهرت هنا إذن ألف هنا أصلية إذن حتى يعني أعطي هذا التنبيه أهميته لا بد من التأكد من أن الكلمة التي ختمت بألف وتاء أن الألف وتاء زائدة ليست أصلية بعودتها إلى المفرد إن ظهرت في المفرد فالألف وتاء تكون أصلية هناك ملحقات تلحق بهذا الإسم في إعرابه ترفع بضمة وتنصف وتجر بالكسرة منها أذرعات عرفات أولات بنات أذرعات هذه اسم مدينة في الشام وعرفات الاسم المعروف وأولات بمعنى صاحبات وبنات اللي هو الجمع المعروف لأن اختل في كل منها هي ليست جمع مؤنة سالم على الحقيقة في خلل في شروط الصياغة على الجمع لكنها تعرب إعرابه وبالتالي فنحن نقول أنها ملحقات به وهي ألفاظ محدودة ومعدودة يقول الله تعالى وإن كن في الآية القرآنية وإن كن أولات حمل في المطلقات يقول وإن كن أولات حمل أولات هنا إشعرابها جاءت مكسورة كن كان مع اسمها وهذه خبر كان خبر كان وخبر كان دائما يأتي منصوب لاحظ معي أو لاحظي معي أنه نصب هنا بالكسرة نيابة عن الفتحة وهي علامة النصب في جمع المؤنة السالم انتهى هذا الدرس أراكم في درس قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته